سمعت قبل كده عن الوباء الأكثر تدميراً في العالم على أقول لك الصديق وباء التعون أو الموت الأسود زهل في الكرن الأربعة عشر وبدأ في وسط أسر بسبب حروب الغزو التتاري وده لأنهم كانوا بيتلوا الناس وبيسيبوا الجسس مرمي على الطريق بعدها انتشر في أوروبا عن طريق السفن البحرية التجارية أما مصدر وباء التعون بيكون بسبب بكتيريا ريسينية التعونية بتنتقل بين الحيوانات والبشر عن طريق البرغيس أو الرزيز التنفس ولما بتسيب الإنسان بتبتد تزهر عليه أعراض بينها تورم العقد اللينفوية وسخنية وألم في الراس وتسبب التعون بوفيات بأكثر من 50 مليون شخص في أوروبا لغير الدول الثانية وكايت نسبة النجاح من المرض أقل من 30% ولما كان الأطباء بيعالجوا المرضى كانوا بيلبسوا كناع أبو منكور وده لأنهم بيعتقدوا بأن الكنع يحميهم من المرضى